يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليلة كابتن محمد مشرف ومنورك يا العاية سبعة الخير يا كابتن أخبرك إيه زكا كاروما الحمد لله بخير تمام الحمد لله نهارة الأهلي بساطنا كلنا أوي صح أوي يعني مبروك للنادي الأهلي بجد مبروك لقدارة النادي الأهلي اللي هي لعبة البطولة دي وهي عندها ظروف وحشة وأنا بقولك أن الكاف هيداية الأهلي والزمنك السناني هيتاية الأهلي والزمنك هيداية ههم هه أليه هو داية الأهلي في القرار قابل لما قابل بالقرار بالفيفا أنه هو يلعب بطولة الأمم مع بطولة كأس العالم وضغط على النادي الأهلي جامع لأن النادي الأهلي هو الفرقة الوحيدة اللي تقذه leftun ح wins يعني حلوقتي في الحين بالنادي الأهلي عشان يتم بمثل مصر الكرة دلوقتي بقت اقتصاد وبقت برصة مش رياضة اللي احنا وانت فاهمينها والجمهور المصري فاهمها عيسى حياته كان بيداق جداً لما كل شوية لاي الاهلي بيتكرم او انت خب مصر بيطلع على المنصة بكلمك بجد ليه بيتقالك ان افريكيا ما فاشغل الناد الاهلي بره فده بيتعكس على الحالة بيقولك لا انت زي استراليا ما كان بيتلعب في الكنوس وطلبت تروح قاسي لان كانت مجموئة عندهم كل شوية بيساعدوا كاسعالة فما فيش منافسة فهو بيتقال دلوقتي ان ايه الناد الاهلي بس اللي مسيطر على البطولات هي بانت بجد لان هما ضغطوا على ند الاهلي جامد وانا فجئت ان اقدارة الاهلي اتعملت مع الموضوع ده يا كريم بحرفية وبهدوء قوي يعني فيه ناس قالت لك خلاص مايروحوش فيه ناس قالت لك تنسحبوه فيه ناس قالت لك لا ماينفعش هنتغلب كتير كل ده امتصوا بكلام ده كله وحولوه لحاجة ايجابية فانا بقولك السنة ده لا هتقابل والنهاردة احنا شفنا مع الزمالك الحكم فيه حاجات كتيرة فأي فرقة من مصر هتلاقي الدنيا بس لو واحد بجد مش احنا من مصر الزمالك بيمثلونا بس انت لما هتبص على ك MUSIC الأفريقية دلوقتي hoodie مصر مصر وعندو كمية نجوم وعندو امكانيات دلوقتي يعني انت بالض55 ب PROC كتيرة فى أسيا فى إمكانيات فانت متراشر الحمدو لله المترجم للقناة